هل ترغبوا في أن تصبحوا مساعدين متطوعين في وكالة الغوث التقنية تيها في؟ ولكن ما هي وكالة الغوث تيها في؟ ولماذا يستحق الأمر المشاركة فيها؟ انظر إلى ذلك بنفسك إن وكالة الغوث تيها في هي منظمة لحماية السكان في ألمانيا يتم استدعاؤنا في أوقات الأزمات والكوارث عندما تحتاج هيئة الشرطة والإطفاء والمحليات إلى الدعم والمساعدة يعمل ثمانون ألف متطوع في أنحاء ألمانيا بشكل تطوعي ودون تلقي أجر من أجل حماية مواطنيهم وتضم وكالة الغوث تيها في في ألمانيا 668 من الجمعيات المحلية وهذه هي القواعد المستخدمة التي يتم توزيعها في أنحاء البلد والتي يشكل المساعدون المتطوعون والمتطوعات جزءا منها كل شخصا يقدم المساعدة في منطقته التي يتواجد فيها مباشرة هل تود أن تصبحوا مساعدين متطوعين في وكالة الغوث تيها في؟ نرغب في دعواتكم لتنضموا إلينا في مساعدة الناس المحتاجين إن وكالة الغوث تيها في مفتوحة لكل المنتسبين الرجال والنساء والأشخاص المولودين في ألمانيا وكذلك أولئك الذين يعيشون هنا منذ فترة قصيرة والأشخاص الشبان وكبار السن والناس من جميع الأديان والجنسيات وكذلك يمكن للأطفال أعتبارا من بلوغهم سن سادسة من العمر الانتساب إلى شبيبة وكالة الغوث يقوم المتطوعون في وكالة الغوث تيها في بأداء وظيفة عادية وهم طلاب أو أشخاص لديهم أطفال حتى الأشخاص الذين هم حاليا في طور البحث عن عمل يمكنهم أن يساهموا في عمل وكالة الغوث تيها في في حال تما اختاروا وكالة الغوث تيها في بعملية ما فسوف يقوم المتطوعون والمتطوعات كفريق واحد بالحضور إلى مقر الجمعية المحلية من بيوتهم ومن أماكن عملهم سوف يتم السماح لهم بالحضور من قبل أرباب عملهم كل مساعد متطوع هو جزء من مجموعة يعمل فيها الرجال والنساء بعضهم مع بعض يسرنا أن ندعوكم لزيارتنا وتعرف إلينا سنسعد كثيرا بالحصول على دعمكم سوف لن تحتاجون إلى مؤهلات تدريبية من أجل ذلك إن وجود معرفة بالتقنيات والأعمال الحرفية لا تعد شرطا ضروريا لذلك سوف تتعلمون دراية التقنية في دورة التعليم الأساسي الشاملة سوف تنعقد هذه الدورة في جمعية محلية لمدة أسبوع كل ستة أشهر سوف تتعرفون هنا على استعمال المعدات والأجهزة التقنية وتتدربون على استخدامها سوف يقوم مدربون محترفون بتدريبكم مجانا بشكل مستمر سوف يحصل جميع المساعدين المتطوعين من وكالة الغوث تيها في على وسائل وتجهيزات خاصة للسلامة من أجل تأمين السلامة أثناء العمليات التطوعية تلعب السلامة دورا بالغ الأهمية لدى وكالة الغوث تيها في إذا كانت معرفتكم باللغة الألمانية لا تزال قاصرة فيمكننا أن نقدم لكم دورات تأهيلية باللغة الإنجليزية في أماكن مختارة عندما تقوم بالتسجيل من أجل العمل التطوعي لدى وكالة الغوث تيها في فإنك تقوم بذلك من أجل مساعدة الآخرين إنها مساهمة تجلب معها العديد من المزايا سوف تتعرف في منطقة سكنك على أناس جدد يقومون بدورهم بالمساهمة في وكالة الغوث تيها في سوف تتمكن من عقد الصداقات سوف تتعلم معارف مثيرة للاهتمام وسوف تحصل على فرص ممتعة لمواصلة التدريب التأهيلي إذا كنت حديث القدوم إلى ألمانيا فإنك سوف تتمكن عن طريق مساهمتك في وكالة الغوث تيها في من التواصل ونسجل علاقات مع الأشخاص المحليين وتحسين مهاراتك في اللغة الألمانية وسوف تتمكن أيضا من المساهمة بقسط هام ومقدر من التضامن الاجتماعي وعلاوة على ذلك توجد فرص متاحة لإمكانية المساهمة عبر وكالة الغوث تيها في بعمليات الإغاثة في خارج البلاد بعد وقوع الكوارث والأزمات يطلب من وكالة الغوث تيها في القيام بإصلاح البنى التحتية المتضررة إذا كنت مهتما فبإمكانك المساهمة بتقديم الدعم لعمل وكالة الغوث تيها في في عمليات الإغاثة الجارية في بلدان أخرى من خلال قدراتك اللغوية وخلفياتك الثقافية يمكنك من خلال موقعنا الإلكتروني في وكالة الغوث تيها في